الرسالة التي وجهها معالي وزير الخارجية سيد فؤاد حسين بتاريخ العشرين من هذا الشهر في الحقيقة تضمنت الإشارة لجملة من الموضوعات في مقدمتها أعداد الخروقات التي طالت السيادة العراقية منذ العام 2018 وثقنا في هذه الرسالة أكثر من 22742 خرق وأيضا أحصينا أعداد المذكرات والشكاوى التي قدمت من الحكومة العراقية تجاه الجانب التركي وبلغ عددها 296 شكوى كذلك أيضا أشبنا إلى طبيعة المخاطر التي ينطوي عليها الاعتداء الآثم الأخير من أن هذا الاعتداء وصل إلى عمق المدن الآهلة بالسكان في الأراضي العراقية إذن هو تحول خطير في نوعه ضمن سلسلة الاعتداءات وحادية الجانب التي لا تنطوي على أي تنسيق مع الحكومة العراقية وأشبنا أيضا إلى أن هذه الأعمال التركية هي أعمال ممنهجة وتأتي في سياق صرف جهود مكافحة الإرهاب التي تعمل دول المنطقة على التكاتف وتكامل الجهود من أجل إنجاحها إذن العملية تنطوي على مخاطر تتعلق بمواجهة الإرهاب على مستوى المنطقة إذن هو تحدي أمني خطير على مستوى الإقليم كل هذه المضامين وغيرها أخطر وأعمق تضمنتها رسالة السيد الوزير الموجهة إلى مجلس الأمن طيب دكتور أحمد هناك دعوات لاستثمار هذه الجلسة وتقديم طلب بسحب القوات التركية من الأراضي العراقية هل تضمن طلب العراق أو شكوى العراق مثل هكذا طلب ثم ما هي المطالب الأخرى التي طالب بها العراق لتعويضه عن أضرار القصف التركي؟ حديثنا لا يزال في سياق ما تضمنته الرسالة الرسالة أيضا الموجهة إلى مجلس الأمن تضمنت أن لا بد للجانب التركي أن يقدم اعتذارا واضحا لحكومة العراق وشعبه جراء الخسائر التي طالت البناء التحتية وأيضا أوقعت أعداد من الشهداء والجرحى العراقيين الرسالة أيضا أشفحت بأسماء الشهداء وأسماء الجرحى وبدورها الخارجية وضمن قواعدها الإجرائية حشدت ولا تزال تستمر في جهودها بجمع مصادر القوة على مستوى شركاء العراقي وأصدقائه تلقينا مواقف عالية المستوى جلسة يوم ثلاثة ستكون فارقة إذ أنها ستشهد عرض الاعتداء الآثم على مستوى التقارير الفنية والتخصصية التي أشارت إليها الجهات الأمنية والعسكرية العراقية كل ذلك موثق بالأدلة الدامغة والقاطعة هنا أشير إلى يعني معناها قدم العراق أدلة تثبت الاعتداء الأخير على رغم من نفي تركيا هذا الاعتداء تركيا ليس أمامها إلا أن تستمر بالنفي ونفيها بات يقرب من أحلام اليقظة نحن نتحدث اليوم عن واقعية طالت خرقا سافرا لحقوق الإنسان تجاوز على المدنيين في مناطق أهلة بالسكان في اعتداء سجل رقميا أنه 22742 المسألة ليست أول خرق وأول اعتداء وأول انتهاك لمبادئ حسن الجوار المسألة ليست هي تختصر على مئة ومئتين قرية هجر منها سكانها في شمال العراق هناك مبررات أيضا الجانب التركي يطرحها ونستمر بنفيها أؤكد لا اتفاق ولا اتفاقية أمنية وعسكرية مع الجانب التركي وكل هذه الذرائع هي عبارة عن أنماط خطابية من أجل تحقيق أغراض توسعية على الأرض طيب دكتور ما الذي ينتظره العراق من مجلس الأمن الدولي ماذا يتوقع أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي فيما إذا ثبتت إدانة تركيا بهذا القصف هل سيقوم مجلس الأمن بتحميل تركيا كافة الأضرار التي لحقت بالعراق هناك مبادئ بالتأكيد تنسجم مع القواعد الإجرائية التي ستم تبنيها داخل مجلس الأمن لا أقل في مقدمتها إصدار بيان واضح وبشكل علنية تضمن إدانة هذا الاعتداء التركي على سيادة العراق وترويع الآمنين والمساس بأمن المواطنين العراقيين أخذ كل المقدمات التي أشارت إليها رسالة السيد وزير الخارجية بالحسبان من أعداد الخروقات إلى مذكرات الاحتجاجات التي وجهت إلى الرسائل المتطابقة إلى طبيعة تهديد الأمن والسلم الدوليين إلى طبيعة صرف الجهود الدولية عن مجال مكافحة الإرهاب كل هذه المخاطر تنطوي عليها سلسلة الاحتداءات التركية الخارجية العراقية ارتكنت إلى إجراءات دبلوماسية جد رفيعة هناك جزء من الإجراءات في الحقيقة كانت اليوم الاتصالات مستمرة على مدار الساعة من قبل السيد الوزير قيادة الوزارة مع جميعين شركاء العراق أصدقائه تلقينا بيانات المواساة هذا اليوم بالتحديد وزارة الخارجية العراقية فتحت أبوابها أمام سفارات الدول العربية الإسلامية الأوروبية وهي تتلقى التعازي جراء الاعتداء الآثم المتوقع أن يوم الثلاثاء سيكون فيصلا لإثبات الرواية الحكومية العراقية بشأن الاعتداء التركي داخل المجلس الأمن طيب هل نستثمر هذه الجلسة أيضا بالحديث عن الإطلاقات المائية وتأخر تركيا عن هذا الموضوع أيضا؟ نقطة البحث هي محددة ومخصصة للاعتداء التركي الأخير الذي طال منصيفا في محافظة التهوك بأقليم كردستان العراق حصرا ورسالة معالي وزير الخارجية كانت تؤشر إلى هذا المتغير بالتحديد وتعزيزه بالأدلة بالتحقيب التاريخي وبالأدلة الفنية والعسكرية التي توافرنا عليها من قبل الجهات التخصصية في العراق طيب دكتور أحمد هذه الإجراءات التي قام بها العراق هل تعد الأولى من نوعها أقدمت على اتخاذها وزارة الخارجية قياسا بالإجراءات السابقة؟ أقول نعم بالتأكيد هي الإجراءات الأولى من نوعها الأعلى في مستواها الأشد في درجة خطابها وإن شاء الله ننتظر التوقيت المحدد خطوة العراق متأخرة بعد 22 ألف اعتداء تركي هذا سؤال يطرح في وسائل الإعلام وهي فرصة مناسبة جدا أن أشير إليه طرح التساؤل لماذا الآن تذهبون إلى مجلس الأمن؟ لماذا الآن هذا الإجراء القوي من الحكومة العراقية دون سابقاته من الوقائع والاعتداءات؟ أقول لأن هذه المرة التحول الخطير القصف والعدوان داخل المدن السكانية داخل المدن السياحية داخل العمق العراقي بهذا الشكل وهذا يدلل على أن هناك منهجة في هذا التقصد في عملية الاستهداف وكل هذه الاعتداءات التي سلفت كلها أرشفت ووثقت وقدمت بمجيبها الرسائل المتطابقة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لكن هذا الاعتداء مفصليا وسبق لي أن قلت أنه لن يكون عابرا على ذاكرة الدبلوماسية العراقية يعني موقف العراق سابقا ربما يختلف عن موقف العراق حاليا على اعتبار أنه حاول أكثر من مرة أن يأخذ بمبدأ حسن الجوار والتعامل بحسن الجوار وبالتالي رأى أن هذه الطرق لا تفيد مع الجارة التركية وبالتالي كان أمامه حلا واحدا أو حل واحد لا غير هو التوجه إلى مجلس الأمن وبالتأكيد كما تتفضل حضرتك وكل هذه الإجراءات الدبلوماسية التي ارتكننا إليها هي أساسا لا تخرج العراق عن سياق مبادئ حسن الجوار قدر تعلق الأمر بالجانب العراقي وكان يفترض بالجانب التركي أن يبادر إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية ببغداد في كل ما يصفه هو أنه تحدي أمني مشترك على طول الشريط الحدودي بين الجانبين لكنه آلى على نفسه إلا أن يرتكن إلى أعمال عدائية وحادية الجانب انفرادية لا تستند إلى أي تنسيق